بسم الله الرحمن الرحيم الطلبة الأعزاء طلبة مساق تفاضل وتكامل ثلاثة calculus 3 بقسم الرياضيات بجامعة الأقصى نلتقيكم في هذه المحاضرة وهي بعنوان triple integrals in rectangular coordinates يعني التكامل الثلاثي في الإحداثيات الكارتزية أو الدي كارتية أحيانا نسميها الكارتزيان coordinates وكذلك ممكن أن تسمى rectangular coordinates أو الإحداثيات المستطيلة نعرف التكامل الثلاثي over region d in space if f capital xyz function of three variables xyz is a function defined on a closed bounded region d هناك يعني في region منطقة أو مجموعة محددة ومغلقة في الفضاء اسمها d إذن the triple integral لالفونكشن f capital f over d على d defined by هنا يعني لما نرمز له نرمز له بثلاث تكاملات وd لتحت ترمز in over d للفونكشن f capital xyz dv وdv عبارة عن element of integration فهنا element of integration هيكون dx dy dz ممكن أن نبدأ من أي متغير والتكامل الثلاثي له ست تكاملات متكافئة ممكن أن نوجدها بشكل بسيط وممكن أحيانا يتعذر الأمر لإيجاد بعضها على طبيعة شكل الريجن d حيمر معنا أمثلة كيفية إيجاد تكاملات متكافئة over region d كذلك نعرف الvolume لا الريجن d أي ريجن d closed bounded region in space التكامل يعني v تكامل ثلاثي فقط كأني بعمل تكامل لفونكشن قيمة واحد هنا dv element of integration لهو تعبر عنها dx dy dz أو ممكن أبدأ من أي variable للتكامل يعني هنا سيتعلم الطالب أهم خطوة في هذا section كيفية تحديد الحدود إيجاد التكامل طريقة متكررة يعني أخذ الطالب في تفاضل واحد وكذلك مرت معنا في section السابقة في double integral عن كيفية إيجاد التكامل أما أهم خطوة قضية نحدد حدود التكامل ونكتب التكامل بشكل صحيح لأنه بعدها الخطوات البعديها مجرد إجراءات حسابية finding limits of integration in the order dz dy dx يعني يعني هنبدأ أولا التكامل من z ثم y ثم من x لو كان عندنا region d وهي محددة بهذا الشكل في الشكل أمامنا region d الآن لما نبدأ من z نعمل shadow يعني ظل لهذا ال region d على x y plane يعني على plane z بالساوي صفر shadow أو ظل يعني projection vertical أو vertical projection يعني مسقط لهذه ال region على x y plane إذا كان مسقط ال region d الأمامنا عبارة عن region r منطقة أو مجموعة محددة ومغلقة في x y plane يعني مش هتكون في space يعني هنا ال region d إلها shadow أو vertical projection هستمي r هنضع في x y plane الآن يعني حتى نحدد أولا لزد حدود التكامل ناخد نقطة مثلا x y في region r ثم نعمل بخط مستقيم يوازي z axis ويمر عبر region d وننظر حينما يبدأ أو يمر أولا بال region d ثم ينتهي enter at the function من السطح اللي هو زد بالساوي f1 x y لغاية زد بالساوي f2 x y يعني همر بالسطح الأسفل وينتهي بالسطح الأعلى لهذه ال region d محدد يعني بسطح كليا بيكون يعني من أسفل بسطح عبارة عن dala by two variables في x y ممكن يكون في x أو ممكن يكون constant أيضا يعني ومن أعلى بالسطح أو بالدala by two variables هل سميه f2 x y فلذلك حدود الزد عبارة عن f1 x y والحد الثاني f2 x y as a function الآن حتى نحدد بعدية حدود y بنعمل بخط مستقيم في الشكل الثاني خط مستقيم يوازي y axis ويمر بال region r أيضا ممكن نحدد نقطة x y في داخل هذه region r ونحدد يعطينا هنا يعني يعني هيمر مثلا b function y بالساوي j1 of x وينتهي b function آخر y بالساوي j2 of x هنا هنا ال function j1 عبارة عن منحنة لr وكذلك j2 عبارة عن منحنة ممكن أن يكون ثابت وممكن أن يكون line أيضا في هذا الأمر وكذلك حتى نحدد بعدها آخر شيء حدود l x منشوف يعني بداية ال region r ونهايتها b two numbers يعني محددة b two numbers كما هو واضح يعني من a إلى b ودائما ناخد من الأصغر إلى الأقل هذا في حالة z وفي حالة و وفي حالة l x من الأصغر إلى الأكبر يعني من اللي هو decreasing يعني حينما تتزايد ال variable من الأقل إلى الأعلى هيك بكون احنا حددنا اللي هو limit لأي variable وبعدها منقدر نكتب التكامل كالتالي فلذلك التكامل لدالك بتال f بثري بثري variables x y z over d وحنبدأ من التكامل من z ثم y ثم x كما حددنا limit of integration ل z بكون f 1 x y إلى f 2 x y كدال ب x y ثم نحدد حدود y بدال ب x j 1 x ل j 2 x وآخر شيء بكون constant لآخر variable وهو x يعني من a إلى b كما وضحنا سابقا هنبدأ بالمثال الأول المثال الأول يعني هنحدد فيه كيفية إيجاد حدود التكامل فقط set up the limit of integration as a triple integral of the volume volume of the region d enclosed by the two surfaces two surfaces عبارة عن paraboloids z بالساوي x تربيع زاء 3 y تربيع و z بالساوي تمانية ناقص x تربيع ناقص y تربيع أول paraboloid عبارة عن elliptical paraboloid حيبدأ من origin هو الأسفل ثم ينطلق إلى أعلى وعرفنا يعني كيفية رسم هذا ال paraboloid أما ال paraboloid الثاني عبارة حيكون inverted paraboloid حيكون تمانية ناقص ناخد x تربيع زائد y تربيع يعني حيبدأ من أقصى شيء أعلى ثم هيكون inverted ينطلق إلى سالب infinity وهو عبارة عن circular paraboloid لأنه المعاملات x تربيع y تربيع متساوية الآن حتى نعرف يعني في أي شيء يتقاطعان two paraboloids نساوي two questions لهم فحيكون هنا x تربيع زائد y تربيع بساوية 8 ناقص x تربيع ناقص y تربيع وبعدها منبسط هذا الأمر منخلي الx مع بعض والy مع بعض حينتج عنا x تربيع زائد 2 y تربيع بساوي 4 هذا الأمر في الفضاء يعطي عبارة عن cylinder هنا الvariable أو معامل x تربيع معامل y تربيع مش متساويين يعني حيكون ellipse عبارة عن elliptical cylinder يعني حيتقاطع التنين حيكون محتويين ب elliptical cylinder هي مش واضحة في الشكل لكن المنحنى اللي هو اللي بتقاطع فيه اللي هو هذا اللون الأزرق حيكون واقع يعني في داخل elliptical cylinder وليس يعني circular cylinder على هاو الالكويشن اللي نتاجت نعم هذا بلزمنا الآن يعني بدي أبدأ مثلا أنا أولا من z فلذلك بنعمل shadow يعني projection لمنطقة التقاطع ل two paraboloids المحصورة بينهما اللي أنا بدي أوجد حجمها حيكون فعليا shadow أو projection عبارة عن ellipse هذا هو x تربيع زادي 2y تربيع بساوي 4 ولذلك في عند أصبح region d والبروجيكشن region d محصورة بين two paraboloids ده وجد أنا حجمها والبروجيكشن عبارة عن ellipse طيب الآن لما بدي أحدد حدود الزد هعمل مثلا من r أخذ مثلا أي نقطة x y نعمل موازي بخط مستقيم يوازي الزد البرابولويد الأسفل وهو زد بساوي x تربيع بالزائد 3y تربيع وينتهي من البرابولويد الأعلى وزد بساوي 8 ناقص x تربيع ناقص y تربيع هذه حدود الزد أما حدود ال y نوجدها من معاذرة ال ellipse الآن يعني بأحل هذا ال ellipse يعني بأجعله كأنه بدي أعمل هناك دالتين ب x أو y of x يعني من ال ellipse اللي هو عنوانها بستار بنخلي y تربيع بالساوي كأنه يعني بالفارية بال x بنحلها حيطيني 4 ناقص x تربيع على 2 ثم بناخل الجذر التربيع حيطيني زاد أو ناقص الجذر التربيع y بالساوي زاد أو ناقص الجذر التربيع ل 4 ناقص x تربيع على 2 يعني كل ناحية بتعطيني مثلا بالنسبة إلى y بعمل الآن موازي ل y حتى أحد الحدود ففي المنطقة ال negative حيعطيني اللي هو الجزء المنحن لل ellipse في المنطقة السالبة اللي بيقع في الربع الثاني والربع الثالث اللي هو هيكون y بالساوي ماينس الجذر التربيعي ل 4 ناقص x تربيع على 2 أما في الناحية على اليمين في المنطقة الموجبة ل y في المنطقة الموجبة نعم اللي حتكون يعني في الربع الأول والثاني أما هناك حتكون في الربع الثالث ال negative في الربع الثالث والرابع أما الربع الأول والثاني بتكون y موجبة فلذلك مناخد اللي هو الجزء اللي بس المنحنة اللي هو y بالساوي الجذر التربيعي ل 4 ناقص x تربيع على 2 نعم طيب كيف نوجد حدود ال x حتى أوجد حدود ال x منضع y تساوي 0 إذن x تربيع هيساوي 4 إذن x بالساوي زاد أو ناقص 2 إذن حدود ال x حيكون من minus 2 إلى غاية 2 هكذا حددنا جميع الحدود فلذلك حيكون الفوليوم للريجن حتكون as a triple integral over d d d d d d d d x هنبدأ من z يعني حيكون الحدود z x تربيع زاد 3 y تربيع وهو 8 ما طلبت هو إيجاد التكامل بس فقط يعني أهم خطوة نكتب التكامل بشكل صحيح حمر معنا يعني كيف نوجد بعض التكاملات الثلاثية وهي تكرار لإيجاد يعني single integral ثلاث مرات طيب مثال اثنين قالنا set up أيضا ضع حدود التكامل set up the limit of integration for evaluating the triple integral of a function capital Fxyz over the tetrahedron D tetrahedron يعني رباعي الأوجب له أربعة أوجب with vertices وأيضا له أربعة رؤوس O يعني الأرجن 0 0 0 والنقطة A واحد واحد صفر والنقطة B صفر واحد صفر والنقطة C الصفر واحد واحد قالنا use the order of integration DY DZDX نعم هنبدأ أولا من Y ثم Z ثم X يعني حتى نبدأ من Y بالدعم الـ projection للريجن دي اللي هو التتراهيدل رباعي الأوجب على البلين Y 0 0 اللي هو البلين X زد البلين طيب نرسم هذا التتراهيدل محدد النقاط النقطة الأولى الـ O هي الأرجن نقطة الأصل طيب النقطة A أين تقع تكون موجودة في XY بلين وهي محددة في المستوى XY بلين A 1 1 0 أما النقطة B 0 1 0 تقع على الـ Y أكسز أما النقطة C 0 1 1 تقع بY زد البلين ثم نوصل بين جميع النقاط حيطيني يعني منطقة مصمطة Closed Bounded Region إلها أربع وجه كل وجه وجه عبارة عن مثلث طيب هذه المثلثات هي أجزاء من مستويات يعني طبقا للكوردينيت لأي نقطة هستنتج أنه البلين O AB O AB هو جزء من XY بلين يعني الـ Equation إلها سيكون زد بساو 0 أما الـ بلين ABC ABC الـ Equation إلها بساو 1 و السابق ذلك الكوردينيت للـ Y للثلاث نقاط 1 فلذلك هذا المستوى بيكون يعني عمودي على الـ Y axis ويمر بالنقطة Y بالساوي 1 في الـ Y axis أما البلين لـ O BC حيكون حيكون الـ Y ساوي 0 لأن الـ coordinates 3 points O BC 0 حيكون نعم الـ Y ساوي 0 فالـ Y ساوي 0 ثم بوجد الكروس بروتكت حتى أوجد فيكتر عمود علي نستخدم أحد النقاط مثلا الأوريجين للوصول إلى معادلة لبلين في الفضاء فالفيكتر OA هيكون هو عبارة عن إحداثيات النقطة A ننخص إحداثيات النقطة O يعني حاطينا هذا الفيكتر I plus J وكذلك بالمثل الفيكتر OC هيكون J plus K ومنعمل كروس بروتكت ل OA و OC اللي حينتج عندي الفيكتر I minus J plus K ثم بنوجد معادلة هذا المستوى بنفس الطريقة اللي تعلمتوها في شابتر 12 اللي حيكون يعني هنا بأخذ 1 في X ناقص 0 minus 1 في Y ناقص 0 plus 1 Z minus 0 يساوي 0 إذن نستنتج الإقواشن لهذا البلين OAC هي عبارة عن Y بالساوي X plus Z أو مثلا X ناقص Y زائد Z بالساوي 0 ممكن أكتبها يعني لأي فاريابل بدلالة التو فاريابلز الآخران والآن طب البروجيكشن 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 لهذه الريجن لما أعمل شاد وظل على Y بالساوي 0 يعني X زائد بلين حيعطيني شاكل مثلث اللي النقاط طبعته حتكون الأوريجن وكذلك النقطة A شرطة يعني هي بروجيكشن للنقطة A واحداثياتها حيكون 1-0-0 أما النقطة C هي البروجيكشن يعني ما سقط النقطة C حيكون إحداثياتها حيكون 0-0-1 يعني بالزمن الآن أيضا أوجد معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطة A شرطة وسي شرطة يعني باستخدام الميل للتو فاريابلز X و Z هنصل هنا الميل هيكون بساوي-1 وباستخدم أحد النقاط للوصول إلى معادلة هذا اللاين الذي يمر بالنقطتين A شرطة وسي شرطة هيكون X plus Z بساوي 1 الآن أصبح عندي يعني كل شيء جاهز بالنسبة للكواشن فالآن حتى أبدأ من Y أولا بأعمل بأخد أي نقطة X و Z مثلا في اللي هو البروجيكشن اللي هو ال-R ومنعمل موازي لل-Y axis ومنمشي من اليسار إلى اليمين يعني تتزايد فهذا اللاين اللي حيوازي اللي حيوازي ال-Y axis حيبدأ من اللي بلين اللي هو المائل اللي بلين O-C-A يعني اللي احنا أوجدنا معادلة قبل قليل حيكون Y بالساوي X plus Z وينتهي بالكنوستانت Y بالساوي 1 as a function في البلين الذي يكون عمودي على ال-Y axis هذه حدود ال-Y أما حدود الزد الآن بأشتل على region بعمل خط مستقيم وهو اللون زهري حيكون موازي مثلا لل-Z axis عبر R حيبدأ من زد تساوي صفر وينتهي ب بأجعل هذه الإكواشن عبارة عن زد تساوي 1-X من الإكواشن احنا أوجدناها للخط المستقيم الذي يمر بالنقطتين A شرطة وC شرطة طيب ال-region R حدود ال-X فيها حيكون من صفر إلى واحد يعني بيكون هيك احنا التكامل بيكون احنا كتبنا يعني نرخص هذا الأمر في التكامل الذي يعبر عن إيجاد تكامل ثلاثي للدالة F, X, Y, Z بثري ونبدأ من Y ثم Z ثم X حيكون X بلس Z إلى الواحد إلى ال-Y وZ حيكون من صفر إلى واحد ناقص X وحدود ال-X حيكون من صفر إلى واحد نعم هيك بيكون احنا كتبنا هذا التكامل طيب الآن ننظر للمثال الثاني هو ثلاثة write equivalent integrals to the integral in example 2 يعني الآن region D هي هذه الريجن الأمامنا نعم يعني ما بدناش ال-projection الآن بالنقاط وكل شيء نكتب هناك يعني خمس تكاملات أخريات تكافئة التكامل الموجود في مثال هو اثنين الآن مباشرة أول تكامل الآن أنا كتبت التكامل اللي هو DY DZ DX الآن خلينا أغير بZ وX آخر two variables يعني حكون نكمل في التكامل اللي هو الثاني في اكزامبل حتى نوجد تكامل مكافئ له يعني حنبدأ يعني من X أولا نرجع للريجين الآن حتى أبدأ من X أولا منضع هو منعمل موازي عبر الريجين R من حيكون موازي لل X axis as X increasing حيكون من صفر إلى الline ومنكتب على صورة X بالساوي واحد ناقص زد وحدود الزد حتكون من صفر إلى واحد فهو تكامل نمرة اثنين نمرة واحد حيكون أولا من X ثم زد الآن ثم حتى نوجد التكامل أولا بالنسبة إلى Z نعمل موازي لا Z axis يعني يعني يمر عبر الريجن D حيبدأ من زد تساوي الصفر إلى لبلين المائل اللي احنا اوجدنا معادلة لبلين O A C حنكتب على صورة زد بالساوي Y ناقص X من معادلات سابقة هيكون زد تساوي واحد ناقص X هنا زد بدأت من صفر يعني من اللي هو اللي بلين الذي يحتوي النقاط الثلاث O A B إلى اللي بلين المائل O A C فحيكون حدود الزد من صفر إلى Y ناقص X اللي بلين المائل طيب البروجيكش الذي عبارة عن المنطقة المثلاثة الشكل الذي يعني هيكون تمر بالنقاط O A B طيب لو بدأ نبدأ مثلا من Y نعمل موازن العبارة عن لين L هنا المستقيم O A هو جزء من لبلين إذن نضع قيمة زد صفر إذن نفس لبلين قيمة Y بالساوي X يعني حيكون يبدأ من X إلى اللين هو Y بالساوي 1 أما حدود X ستكون من 0 إلى 1 حدود X في هذا المثلث 0 إلى 1 طيب لو نحن نشغلب مثلا من X أولا حدود Z كما هي من 0 إلى Y ناقص X طيب كيف حدود X حنعمل موازن X Axis حيبدأ من 0 لل line X بالساوي Y فنضع من 0 إلى Y وحدود اللي هو الرابع يكافي تكامل موجود فيه مثال اللي هو example 2 لو أنا بدأ من X فنعمل projection لكل region D حد كل projection عبارة عن المثلث اللي هو الذي يمر بالنقاط O B C طيب نبدأ من X أولا يعني نعمل خط اللي هو يختار هذا region هو موجود في الشكل لكن نسمع كما نقول نبدأ في المثلث اللي هو X تساوي صفر يختار هذا region ويمر بالبلين المائل بنكتبه as a function X of Y وZ طيب خلي X موجبة حيطينا Y ناقص Z هنبدأ من X أولا من X أو من صفر إلى Y ناقص Z طيب الآن كما حكينا هو المثلث الشكل طيب لو بدأ من Z أولا نعمل موازلة Z موازلة Z وأيضا الخط المستقيم OC معادلة هتكون نواجزه من البلين المائل اللي هو O A C نضع قيمة X بالصفر حيكون Z تساوي Y فلذلك حيكون لما نعمل موازلة اللي هو Z Axis حيبدأ من صفر إلى الخط المستقيم اللي هو OC معادلة هتكون Z بالصفر يعني من صفر إلى Y وحدود ال-Y حيكون من صفر إلى 1 آخر شيء لو بدأ أبدأ أنا من X ثم Y ثم Z حدود X كما هي من صفر إلى Y ناقص Z ثم حيكون يعني من نعمل موازلة ال-Y Axis اللي هو ال-Projection بالنسبة للباريب X أولا اللي هو حيكون واقع في Y Z بلين حنبدأ في Y بالساوي Z وينتهي ب-Y بالساوي 1 وحدود Z حتكون من صفر إلى 1 هذه التكاملات يعني ستة متكافئة لل-Region D طب ننتقل الآن ل-Example 4 Find the volume of the tetrahydron D in example 2 يعني أي تكامل من التكاملات ال-6 منضع قيمة الفونكشن F بساوي 1 حيعطيني اللي هو حجم التتراهيدرون D بدأ أوجد as a triple integral إذن حيكون الفوليوم يساوي triple integral ناخد آخر تكامل نضع قيمة F 1 dx dy dz طيب اعمل تكامل بالنسبة لx حيطين x حدود x من 0 إلى y ناقص z عوض بx بادلها حيكون y ناقص z الآن اعمل تكامل بالنسبة إلى y حيعطينا y تربعة 2 ناقص y في z وحدود y من z إلى 1 عوض بz حيعطينا أو بواحد حيعطينا أولا نص ناقص z ثم بz حيعطينا ناقص z تربيع على 2 زائد z في z تربيع ومن بسط الأمور حيعطينا تكامل single integral بz حيكون نص ناقص z زائد z تربيع 2 ثم من نعمل تكامل بالنسبة إلى z حيعطينا z على 2 ناقص z تربيع 2 زائد z تكعيب على 6 لأن 2 في 3 6 عوض بz 1 حيعطينا نص ناقص نص زائد سد ناقص 0 بالآخر نص مع سالب نص بتروح يعطيني سد يعني حجم التتراهيدر سيكون سدس وحدة مكعب آخر مثال find the volume of the region in the first octant bounded by the coordinate planes the plane y زائد زائد 2 and the cylinder x 4 ناقص y تربيع السلندر هذه عبارة عن الهو parabolik سلندر طيب كمان مرة الريجن مرسوم أمامي قلنا في first octant يعني في الثمن الأول يعني يكون كل شيء موجب coordinate planes اللي هيكون بزد تساوى صفر الأسفل ثم بx تساوى صفر روم ثلاثة الشكل ثم بالمستطيل الشكل هو عبارة عن y تساوي صفر ومن أعلى بالبلين المائل هو عبارة عن لو ماغ جزء من البرابول لو البرابول سيلندر y زائد زد بساوى اثنين والسيلندر عبارة عن بارابول سيلندر وفيها inverted يعني في اللي هو تبدأ من 4 على x axis يعني حينما هو بساوى صفر ثم تنطلق إلى أسفل إلى سالم infinity هنا كيف هنبدأ يعني لو بدأنا أولا من اللي هو z ثم من x ثم من y لأن x مكتوبة بدلالة اللي هو بارابول سيلندر طيب بالنسبة لتقاطعات اللي هو النقاط في coordinate axis يعني هنا لو وضعنا في البلين قيمة y تساوي صفر حينتج عنا قيمة z تساوي اثنين فعلى z axis هتكون اثنين أما إذا وضعنا هنا قيمة z تساوي صفر قيمة y على y axis تقطع هذا الريجن عند اثنين أما في البرابول سيلندر لو وضعنا قيمة y تساوي صفر هتكون قيمة x بساوي 4 هذا بيفيدنا في حدود التكامل طيب حدود الزد هتبدأ لو اعملنا يعني عبر الريجن موازلة z axis حيبدأ من z 0 من أسفل محددة ب z 0 بالكوردنات plane وينتهي بالplane المائل يعني نضع على صورة z 2 و2 ناقص y فحدود الزد من صفر إلى 2 ناقص y طيب البعدي بالبروجيكشن عبارة عن اللي هو x axis وال y axis والجزء البرابولة الموجود في x y plane لما نبدأ من x أول نعمل موازلة x نعمل موازلة إلى x حيبدأ من صفر إلى اللي هو للبرابول للبرابولة اللي هي أخذناها من إلى 4 ناقص y تربيع أما حدود y ما حد y عرفنا يقطع الريجين عند 2 فحيكون من صفر إلى 2 حدود y يكون هيك إحنا كتبنا التكامل بشكل صحيح ما علينا الآن نعمل تكامل يعني إحنا وجدنا هنا في هذا الدرس أهم خطوة كيف أنا أركب التكامل بشكل صحيح بحدوده وبكل ما يتعلق به الآن قضية إيجاد تكاملات يعني بكل إجراءات حسابية أهم خطوة الخطوة الأولى طيب اعمل بالنسبة تكامل لزد يعني كأنه بتكامل لكون سطنط واحد حيعطينا زد حيكون من صفر حدود زد من صفر إلى 2 ناقص y نعوض ب2 ناقص y وصفر ما هي أصلا ملهاش قيمة ثم بعدها بنعمل بالنسبة لx حيكون 2 ناقص y كأنه كون سطنط إلا 2 ناقص y في x وحدود x حيكون من صفر إلى 4 ناقص y تربيع dy إذن منعوض ب4 ناقص y تربيع بدل x حيطينا 2 ناقص y في 4 ناقص y تربيع أصبع عندي تكامل كل with respect y كأنه single variable بسيط جدا طيب فك الأقواس وبسط حيطينا 8 ناقص 4 y ناقص 2 y تربيع زائد y تكعيب dy إذن منعمل تكامل بالنسبة إلى y 8 y ناقص 4 y تربيع 2 يعني حيطينا minus 2 y تربيع ناقص 2 y تكعيب على 3 يعني ناقص 3 y تكعيب زائد y 4 إلى 4 وحدود y من 0 إلى 2 عوض في 2 16 ناقص 8 ناقص 16 على 3 زائد 4 إلا هيطينا 23 من الوحدات المكعبة هذا حجم الريجن المعنية في هذا المثال هك بكون احنا انتهينا لموضوع triple integral over region in rectangular coordinates triple integral نشكر لكم حسن استماعكم تمنى لكم التوفيق في درستكم وإن شاء الله لسكشن جديد يتكلم عن الإحداثيات الكروية والإحداثيات الصوانية في المحاضرة القادمة نشكر لكم حسن استماعكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر